في عام 2001 تم إنشاء القوات البحرية المشتركة بقيادة الولايات المتحدة وتهدف الولايات المتحدة إلى تثبيت هيمنتها في الشرق الأوسط تحت ستار مكافحة الإرهاب في منطقة الخليج وخلال أكثر من عشرين عاماً مضت قادت الولايات المتحدة الآلية الأمنية في منطقة الخليج وليس دول الخليج نفسها هذا وقال خبير إنه في ظل تحسين العلاقات بين بعض الدول في الشرق الأوسط يعتبر تشكيل آلية تعاون أمني بين إيران ودول الجوار اختراقاً كبيراً وتاريخياً بالنسبة إلى منطقة الخليج بأكملها والشرق الأوسط إن الترحى إيران الآن إنشاء تحالف أمني أو آلية تنسيق أمني مع دول الخليج هو أمر طبيعي بالفعل إيران كان لديها هذه الفكرة وليست جديدة لأن ليس لديها ظروف مناسبة سابقاً فلماذا ترحتها الآن؟ ولماذا كشف عنها علناً قائد القوات البحرية للجيش الإيراني على شاشة التلفزيون؟ ذلك بسبب ظهور بعض الشروط الآن حيث أصبحت هناك دبادلات دبلوماسية وسياسية واقتصادية وشعبية وثقافية بين إيران والسعودية والإمارات والبحرين في غضون شهر أو شهرين على جدول الأعمال فالخطوة التالية بالنسبة إلى إيران هما إذا كانت إمكانية إنشاء نظام أمني تقوده دول الخليج نفسها بشكل مستقل وبذلك لا تستطيع إيران أن تتخلص من العقوبات التي تفرضها الدول المجاورة عليها سياسيا واقتصاديا وأمنيا فحسب بدل تستطيع إنشاء آلية أمنية خاصة بها مع الدول المجاورة بشكل مستقل أيضا وهو أمر مهم للغاية ترجمة نانسي قنقر